السلام لبنات قديري لابس عليكم بخير اتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير و اذا كانت هذه اول مرة تشوفها القناة لا تنسو الاشتراك و اضغط على زر الجرس قبل ما نبدأ الفيديو كان مرحبا بكم والبنات الذين تزادوا جدد القناة كان مرحبا بكم والبنات القدام كانت تمنى ان المحتوى للقناة و الاعجاب لكم والبنات لا تنسو الاشتراك لا تنسو الاشتراك و اشتراك و اشتراك على المحتوى الفيديو و اشتراك و اشتراك اليوم كان نهار الجمع و اخذ جمعه مباركه اهلا نطع بكري سوف نصيب واحد الكيك سهل سوف نفيد المكسرات و اشتراك و اشتراك و اشتراك عليهم من الماء بدون ماء الماء بحاجة في ذلك نأكله ماء كيكا كمشتو هنا يدرت فيها جوج بيضات درت فيها كقبيصة ديال الملحة درت فاني وكاس مع مرش ديال السكر يعني كاس اللاروب ولي بغى الحلاورة كيكمل الكاس اه صافينا رازان دارو رخص هات دريد ومزيان اكل بنات كدخلوا البنيتة الصغار يعاونوها كايا في الشغال ديال الكوزينة كيديروشي حاجة بحلاكرة كي يعجبوهم ملحال وهديك الحاجة اللي كيصيبوا معكم كي ياكلوها وكي فرحوا بزاف اه زع ما فلدكش اللي كيديرو كيفرحوا فيه بزاف المهم صافي هنا يبدينك انخلطو هنا في كيكا كيمشتم مهم هو كي كبسيت غير غنزيد فيه كيمكتكم دوك المكسرات هما لكي يعطوه واحد لما داقلي وزوين صافي هنا راخديت انا عندها خلطت مزيان حيتاش البيض وساني دكي بيتخلطو مزيان عاديك ساعة كنزيدو عليهم الزيت بالنسبة للزيت راح تتاوى كاس مع مرش كاس اللاروب ديال الزيت سوف نزيد عاو ثاني كاس ديال الحليب ومن بنسبة للحليب والبيض راكي يكون بالدرجة ديال الكوزينة يعني كنكونو مخرجينو من قبل إلا بغينا الكيكا تكون طالعة سوف هنا غادي نزيد كاس ديال الحليب كما قلت لكم سوف يكن نخلطو مزيان وكنزيدو الدقيق وجوش ديال الخمارات مهم بالنسبة للطقيق لا يوجد شيء عبار بالنسبة للكيكا لا يوجد شيء عبار ديال الطقيق اللي يكون محدد حتش كيكون لبيض كيكون كبير كيكون صغير كي نعاو تني بالنسبة للطقيق اللي يشرب بزعف المهمتو مع ميزانكم وبالنسبة لكي كراها المهم تكتبوا فوق منها مليكا تكتبوا فوق منها بحلاء كاي حاجة بقي اكتبناها كتبقى هكا شوية فوق فوق الخالط يعني ما تنزلش ضغياء يعني نرى الخالط باقي خفيف س وقت الضغرق س Experience قطعت موز ثم قطعتث السبب وقدرت عليهم الضغرق mission نمشت بعد замởأ في الأقل نقوم بترك نستضيع غ могу من اخليل الفرن و يدعوه قليل لذلك المضبط يأتي بقوام اعلى و اخليت المول يمسكو به قوائد فرغ سنفرغ خليط سوف تركطي الفرن على فرن يكون بارد في هذه المنزلة سوف تنفخ و بدخطي الفرن أسعى سوف تكون حليا من النسبة لكيك تتكين من شمن الرحارة سوف نعرف ما كان يرى إما تكون الضوء ، و تصوص خفيفة حتى تأتي خفيفة و تكون الضوء بالأمر فقط سوقت انا اريد ان اقطع لكم منها شوية كم مشتو كتجي هاكداد وكل مكسرات كيكونوا في الداخل را كما قلت لكم راه يلدرناهم في الدقيق باكي هبطوش التحت هاكي يبقى مفرقين وسط الكيكة وكتجي كتفرتت كتجي كتجي شيشة وكتجي كله كتفرتت يعني مكهة تبنش لكم هاكا مدقصة ولا شي حاجة انا رابقها سخونة سوف نغطيها ونجمع الدار كما قلت لكم سوف نمشي ان شاء الله للدار حيث اجتمعها في كين الاغضاء لان امي كسكسو كما قلت لكم اليوم ديال الجمعة سوف ينين بعدما وصلنا للدار لان امي سافي قريبة تسجيلنا لان امي كسكسو كما قلت لكم هنا سوف نص ديال السميد والنص ديال الشيشة ديال الزرع كما شتو بدأت سميد سوف نصدق الاغضاء سوف نصدق الاغضاء لان امي كسكسو كما قلت لكم سوف نضغط الاغضاء سوف نضغط مصدق سوف نضغط مصدق لان امي كمسكو سوف نجمعوا سوف نعود للدار سوف نتبات معهم و الفاتهم سوف نتبقى في الدار عند أميها و أختي سوف نتبقى للدار سوف نتبقى للدار سوف نتبقى للدار سوف نتبقى في الفريقو و الفطور و الفطور و كاسكروت سوف نتبقى للدار لم نتبقى للدار لم نتبقى للدار سوف نتبقى للدار كما ترى هنا هنا نتبقى البيتزا التي نشاركها و دابوليت نتبقى سوف نتبقى و نتبقى و نتبقى الأبتة و نتبقى لا يزال و نتبقى يتبقى وسوف نتبقى لدارة اضافة الى الفرن ثم يجب على هذا الشكل خفاف وعجينة يجب على البيتزا خبز وعجنت تسريط الغضاء وغضاء انا بوحدة في الضار يجب على البيتزا ثم يجب على البيتزا يجب على البيتزا نغسل الممي فرصت مجدد ثم يجب على البيتز لكنه ترميك المشooh يجب على البيتزا يجب على البيتزا يجب على البيتز يجب على البيتزا فرصت يمكنني التجلب فرصت ويكون التصلي في الملح يجب أن نخلطه جيدا يجب أن نخلطه جيدا يجب أن نخلطه جيدا يجب أن يخفاف يجب أن يضعف الحجم البيض يجب أن يكون الخريط بيض يجب أن نزيد زيت كنا نضع الربع الى الزيت سوف نضع في حليب نضع المنزل وتعالف الحليب سوف نضيع الحليب نعطيها لوليدتنا ستخرجها للوليدت وحق الله العظيم نرى بمدرسات الوليدت وموكي يجب أن تأخذ بسكوية من الحانوت ومعارة مجموعة مجموعة ومعارة مكسرة ومعارة بسكوية ومعارة سير مكسرة ومعارة موكسرة يجب أن تكون مضر وسألوى كل نهاية ومعارة يجب أن تكون مكسرة بمعارة ساعدة ونزيد ونزيد الحمارات بالنسبة للخالط يكون تقيل كيكون تقيل شوية على الخليط كيكا و هلان غادي ندير الكاكاو المر انا بغيتها تكون ديال الشوكولات سوف يدير تقريبا واحد جوج معلقة الكاكاو المهمة الكاكاو سوف نزيد يعني تنوصل ذلك اللون اللي انا بغيت سوف نغرب دقيق مع الخميرة مع الكاكاو كما عرفتو را كيف يكونوا دوك الكورايات سوف يكن خلط مزيان سوف كما كنت لكم البنات كنت خلط مزيان سوف نزيد بقية ثانية دقيق حتى نحصد على ذاك القوام اللي بغيت كما كنت لكم قوام ديالها كيكون تقيل و هم يشيب حال الكيكا كيكون تقيل على الكيكا وهنايا غادي نزيد معلقة ديال الخل اي نوع ديال الخل عندكم ديال الخل اللي بنات التطور دياله هو كيخلي ديال الكيكا كيجيه شيشة و قد ما بقت معكم في تلاجرها كتبقى فتية و كتبقى شيشة و انا اللي بنات درتها في الفريقو كنديرهم في الفريقو كيبقى واحد المودة و ما كتجبدوهم قبل من كنبغيهم كنجبدوهم من قبل كيكا كيجيه و ندير كالتين ديال الخلط هو اللي كندير في تلك القوعتات و نجد تولط باش نجدها فين تنفخ سوف ندير ديال الشوكولات هنا بقليل الخلط كيبقى و من بعد ندير الاخرين سوف ندخلهم من الصباح الفريقو 180 دارجة والعافية تكون عليهم من الفق او من التحت كي يمشتوا كي يجووا على هذه الشكلة كي يجوزويني كي يجووا طالعين كيتحلوا كي يمشتوا كي يمشتوا را كي تفرقوا مركم فهمتوني وصافي كي يجووا على هذه الشكلة صافي هنا كنت عجنت الفقاس بالنسبة للفقاس رادرت نفس العجينة ديال ديال ديالي سوركت معكم في العيد غير هي دوبلس المقادر بيضات كالزيت كالساني دا تبعز الزرارة كي يمشتوا قامت بيضات كالزيت كالساني دا وزيت كالساني دا خمارات كالصوات وضعز الزرارة تاهمية ويجوزو لي سبعة ديال الحراب بيضات كالساني دا في الأرض كنت كاوزة كنت اعيانه بثاف ولكن ضروري يجب ان اقوم بالنهار كامل ونوقفه كحده الفرنان سوف يدرت غير ياغور طبيعي يدرت مع القديل اتي حبوب مطحون ومع القديل الخرقوم هذا الخرقوم مطحون ولي درت هنا كما كنت اغسلت هنا المماعين ضروري يجب ان اغسلوهم حتى تصبح هذه الكوزين انقية سوف يكون في قصرة كنت طيبته نرى هنهار لاخون الحد ورى الفيديو شدت اليوم من الجمعة والاحد فى الزهد مساعدت معكم اليوم الحد فى قطعت هذ الفقاس هاده سوف يكطعت الفقاس كماشتوه نرى هنهار لحد قطعت الفقاس وحمرت وكماشتوه يجي لبنات الزوين ما يتشقق مع حتى حاجة يلي بعتدوكم الى نصائح اللي اعطتكم يجي على الاشكلت ويجي شيش ويجي شيش ويجي زوين سوف يجمعتو فى السوبره هاده اخرج اليو الكيميات اشتركوا في هذه السبرة سوف يبقوا كصراحة جيدة والمضاق ديالو زوين هكما عاتي سوف يأتي بها سوف يبقوا كدائي البنات كي كل فيديو ديالو وصل نهاية ديالو وكنتمنى انه يعجبكم هو فيديو في بزاف ديالتحضيرات في بزاف ديالوصفات كنتمنى ان هذه الوصفة تكون عجباتكم والى فيديو اخر بسلام عليكم خليتلكم السلامة باي باي